موسيقى قصدت صبيه ومؤخراً قادت الغير من السيد الوازير لتفتحون التحقيق ففارقهم بحادثعنا من النظر للوازير Help me into this and how she will in the environment حالياً ما زال كنا نستنعو الرد ديال سيد الوازير فحنا يعني في واحد الحالة اللي هي ماشي هي هذيك والبنت ديالنا راها كتضيع نهار علاخها كتضيع يعني احتلين هذي شي هذا راصبرنا بزاف الإخوان يعني راصبر ديالنا سجد ديالنا تقاضى يعني لا حوله ولا قوتي إلا بالله العالي العادي نعم الإخوان كان طلبوا من الناس اللي كيتفرجوا فينا واللي كيشوفونا واللي كيتعاونوا معنا وهذا باش إلا كانوا شي جمعيات وإلا كانوا شي محسنين وإلا كانوا يعني شي ناس اللي يقدروا يتعاونوا معنا في هذه القضية هذه ويشوفوه من حالنا فالله يرحم لهم الوالدين الله يجزيهم بخير يعني شوفو كيفاش يتعاونوا معنا لأننا احنا يا ناس ضعفة ما عندنا شي وهذا التقل اللي ينزل علينا فهو تقل كبير يعني بالزاف يعني البنت ديالنا راهية ما بين الحياة والموت وإحنا كان طلبوا بالعلاج والمشؤولين ما زال ما تدخلت شي واحد ما زالت شي علاج متلقاته البنت يعني ما بقي فيها وال نعم أخوتي فهنا بدورنا يعني كأب وكأم كان طلبوا إلا كانوا شي جمعيات إلا كانوا شي محسنين داخل الوطن وخارج الوطن اللي يقدروا يتعاونوا معنا باش نقدوا هذه البنت هذه لأن هذه البنت هذه أرى نصف الحياة ديالنا نحن حاليا دبر الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصع فيه أنا خيأ أن أشوف بنتي مشاو في وفه يعني مشاو رجعله يعني ماشي مشاو زايد القدام كل مرة يجي بركتة تتحرك كل مرة يعني ولو غد تطوى غد تطوى يعني تقلس يعني يقولوا زعمة يعني الحالة ديالنا عادية يعني كيقول لك تقرر دياله يعني يعني نسد إعاقة كيكونوا قلسين على كرسي يعني إعاقة كيزرهم على كرسي يعني كيتحركوا بيدهم برجلهم العيلة ما كتتطواشي باش أنها تقلس في الكرسي يعني هذي ما كتتسماش إعاقة يعني هي عندها شلالتام يعني مشا ورجع الله ورصار حظي دي الله دي الله يعني كان تتمنى شي جمعيات يعاونوها ويشوفوا فيها الله يوقفوا معاهم إحنا نسدراوش أنتو ما كتشوفوا يعني كان يلا أنت كفو مع الطريق وطلعوا هواد أنتو ما كتعرفوا ترونسبور هنا يعني تطوان كاستياخو كاستياخو تطوان يعني كل ساعة يعني كنتمنوا يعاونوها ويوقفوا معاها ولو غد تقلس في الكرسي دي الله ولو تشوفيك وزدار معاك ولا أولا تقولك غاما ما تنتق غاما ما بدق ما باركا غد تشوفيك مهم غد يعني غد تحس بها يعني زادت شوية القدام لأن أنا كنشوف يعني كنحط غرص كنحلم بأن غل موت كنحلم في الراجعة ديالي الحلامة ديالي غل موت غل جنازة غل غوت ما كان حلمش شي شي حاجة كان قولها بنتي را مشت نوضع تعمال يعني الأمل ديالي ما شوره أجعله ورح تشي ما كنشوفتش حاجة ما كنشوفتش حاجة يعني شي علاج لي مشيقو للصافي هيا ناضوت هيا ما عندي حتى أهمل في العيلة لأن ما كنشوفهم هما ما كيعملوا حتى شي حاجة في البنت ما كي وقفوا معاها مكي سندوها ما اتشي حاجة. فقط كعتولدوا ديال السخانة. واليوم يقولك جوي عمولا للترويد. مش نشوفوا للترويد العيلة ما كتبتش في رجلين ديالة كيف تعمل للترويد؟ اتغوت العيلة كتبت بوحدة لأن فيها التشنج عضلي يعني العيلة مفيقاش بشأنها كتبت العيلة المخدية لميت يعني تتغوت يعني بتتشنج عضلي عندها في الاول من اللي فقط من هذه من الغيبوبة كان عندها تشنج عضلي والسرع يعني كتبت ويقعدت صارع مال قلب دياله بوحده. وبقت على ديك الحال ده بك تغوط كتنعاس تغوط. هيدك بقى الحد الان. كلها عوجة وزادت طوالت تجبدت يعني في حال حالت الموت. على هات شي انا كنطلعنا عنده كنطلول كنقول الله يعني كنطلع غداما جبراشي كل مرة مجين دخلنا عند الغرفة ديالا كنقول مع ان جبراش عم تخلنا عن جبراشي. عم تخلنا عن جبراشي مخاوية واحد المرة ووقعت لي غاهد هاد 15 يوم كانوا الدواء عملوا لالاكسيجين في الرينكون. كنت بغيت نط كنت بغيت نطحل اللي يعني العساس شبرني. قال لي لا 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 عدو ولا ما تقول شي اذا قلت صافي بنتي مشات. قال لي لا دواء هنه هذين كنا انا عرفتك على التخلع وهادي قلست سنا ومع ذلك ما تيقشي بقيت قلسة والقلب ديالا عايز كتلي. حتى كنسمعهم مجين بيها بالغوات ديالا كيتمع من الزنقة. يعني العيلة ما كتسكتشي ما كتنعاشي 24 ساعة الاربع عشر ساعة. على هات شي كان طلبوا الجمعيات ياللي في اوروبا او الهنايا يعني يعني عونونا وشوفوا من حال هاد ه هاد هالطفل هدي ويوقفوا معاه.